لو عايزين نطبق السبع خطوة بتوع التسليح بالإمبيريكل بس كاميرات كونتينيوس مور زان تو سبانز فكين قلنا لو أنا عندي كاميرا الاسبانات بتاعتها قض بعض وكمان اللوتز قض بعض بس كات مور زان تو سبانز فاكر شكل المومنت كالعادة في الميد سبان هيبقى المومنت تحت عند السبورت المومنت فوق وفي الطرف فيه على 24 فاكر ايه قيم المومنت الإمبيريكل لكاميرات كونتينيوس مور زان تو سبانز احنا كنا دائما حافظين الكاميرات كونتينيوس مور زان تو سبانز 10 12 12 16 وفاكر كنت دائما حافظ اللي فوق وبعدين اللي تحت يعني ايه مومنت 10 12 12 16 طبعا المومنت هنا دابلق السكور على 20 وقلنا 10 12 يبقى اول مومنت نيجيتف دابلق السكور على 10 وبقيت نيجيتف كله اللي بيكرر على 12 طب بعد كده 12 16 يبقى اول مومنت بوستيف هنا دابلق السكور على 12 وبقيت اللي بيكرر كله على 16 عشان كده كوننا احنا حافظين 10 12 12 16 كام سكشن يتصمم فاكين هناك كانوا 5 سكاشن بصمم اول حاجة دابلق السكور على 10 وبعدين على 12 فوق وبعدين على 24 فوق وبعدين مومنت على 12 تحت عشان دا بيبقى عادة تان تي سكشن بعدين على 16 وبقيت 6 شرات بيكرروا وبالك الاثناشر دا كان R والاثناشر دا كان T فعشان كده صممتم مرتين واحد R وحد T المهم من الخامسة كاشن دول تقدر ترسم التسليح تعالى نطبق السبع خطوات بس بسرعة اول اول حاجة انا هبتدي ارسم الخرصانة توسكيل وزي ما قلنا بابتدي بالحديد السوفلي الاول فاكين قلنا بالنسبة للمومنت اللي هنا الجزء اللي مكمل لازم يكمل منين لفين من وش العمود لوش العمود وزي ما قلنا الناحية دي بيتمد من بعد سنتلاي مسافة 150 ملي الناحية التانية هيتدي يعمل رجبة فاكين قلنا الرجبة دي بتتمدد مسافة LA الجزء التاني اللي هيوقف هيوقف من وش العمود هنا مسافة DA ومسافة DA هبص على المومنت هنا المومنت عند السابورت داخل على الزيرو فاكين قلنا يبقى هنوقف عند مسافة 0.1 LN الناحية التانية داخل عند قيمة negative ساعة هيبقى يوقف عند مسافة 0.125 LN ده بالنسبة لحديد السوفلي بتاع المومنت ده طب المومنت اللي في النص هنا مش فيه negative يمين ونجتف شمال اولا الحديد السوفلي اللي هيكمن من وش العمود لوش العمود هتمدد من بعد السنتالين هنا وهنا 150 ملي ووضح طبعا مش هبقى فيه رجبة لأي سبام في النص الجزء التاني اللي هيوقف بما ان هو الناحية داخل على مومنت نيجتف وكمان الناحية داخل على مومنت نيجتف يبقى في الناحيتين هيتمدد مسافة كام 0.125 LN طبعا الباكية اللي بعادية هتبقى زيها بالزبط وهكذا ده كده الحديد السوفلي واضح ان اول باكية اتعمل لها الرجبة في ناحية ونحية التانية هتمدد 150 ملي الجزء التاني بوقف عند 0.1 LN و 0.125 LN لكن اي باكية في النص هتلاقي منها زي شمال بالنسبة لحيين نيجتف انا عندي فيه على 24 هنا وفيه نيجتف هنا على 24 لو تفتكر بنعمل رجبة بتتمدد مسافة LD ونحية دي فاكر بكتتمدد مسافة كام 0.15 LN قلنا هتلاقي الطول ده تقريبا مرة ونص الطول ده لكن بالنسبة لنيجتف في النص قلنا قبل كده في عندي جزء مكمل وجزء هيقف اللي احنا نوفر فيه فلوس الجزء اللي هيكمل من وش العمودي يتمدد مسافة LN على ثلاثة يعني تلت الاسبان والجزء اللي هيقف هيتمدد عند مسافة LN على خمسة اللي هي خمسة الاسبان وطبعا الناجتف اللي بعديه هبقى نفس الكلام وهكذا يبقى انا كده رسمت الحديد السوفلي وبعدين الحديد العلوي ثلاث خطوة هنيجي في الحطة الفاضية نحط ستيراب هنجرز يعني عندي حطة فاضية هنا وهنا وهنا هحطوا فيهم كلهم ستيراب هنجرز طبعا اوفرلاب قد ايه قلنا في حدود 25 سنتي طب رابع خطوة فكين قلنا في الميد اسبان هنرسم دايما كنات 5.8 برميت ران لو كنت خط درس الشير هتشوف الكنات اللي في الجناب بكم كمان هتجيلك من تصميم الشير طب بالنسبة لخمس خطوة قلنا لو تي أكبر من 700 ميلي هنحتاج نحط شرينكش بار عايز كل اسباني بقليها شرينكش بار لوحدها او تكمل السيخ من الاول الاخر ده صح وده صح فكين قلنا سادس خطوة هتجي أرسم التفريد طب تبعد الحديث كل عن بعضه في حدود من 5 ل 6 ميلي وإن لماش هيتفرد الكنات وشرينكش بار سبع خطوة زي ما قلنا هنرسم الساكاشن للأسف محتاج أرسم كام ساكشن خمس ساكاشن لأن أنا صممت خمس ساكاشن ده برضو طبيق السبع خطوات لو كامر كونتنوز مور ذن 2 سبع